اشتركوا في القناة جديد من دروس مادة الكيمياء معكم معلم خبير محمد علي من قناة نفهم دروس مجانية اذا كنتوا لسه مشتركتوش في القناة نرجو ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس الصغير اللي جانب كلمة سبسكرايب علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة والمراجعات بازن الله النهاردة بتكمل معاكم الشغل بتاعنا وهنتكلم النهاردة عن تدرج الخواص في اللي هي خواص العناصر الممثلة في الجدوة للدور الحديث هتكلم النهاردة عن الخاصية التالتة اللي هي اسمها خاصية جهد التأيون خاصية جهد التأيون ممكن نسميها كمان ان هي حاجة اسمها طاقة التأيون طيب عشان تفهم الموضوع دوت واضح كده من الكلمة ان انا عندي عنصر والعنصر ده هيتأين وعشان يتأين محتاج طاقة علشان تحصل له عملية التأيون لو انا عندي مثلا زرة زرة فلز زي مثلا الماغنيسيوم اللي هو ام جي لو الماغنيسيوم ده انا عطيته طاقة اكتسب طاقة هذه الطاقة لو كانت كافية انه هو يفقد الالكترونات بتاعته فبيحصل له عملية التأيون ويتحول الى ايون موجب تمام كده طيب لو انا عطيته طاقة وما كانتش كافية انه هو يتحول لأيون موجب في الحالة ديت هيحصل اصارة للالكترونات في مستويات الطاقة فقط لغير لكن مش هتثيب الزرة اللي هي بتاعته الماغنيسيوم يبقى احنا نهاردة بنقول لو انت عندك اي زرة واكتسب الطاقة او اخد الطاقة وعزي الطاقة كانت لها القدرة او كانت كافية انها تفصل الالكترونات اللي موجودة في غلاف التكافؤ ده بنسميه احنا الطاقة ديت بنسميها جهد التأيون يبقى انا عندي كده الحد الادنى من الطاقة اللازمة لفصل الالكترونات التكافؤ اللي موجودة عندك ده انت بتسميه اي بقى بتسميه طاقة الايه التأيون يبقى انت كده بدأت تفهم الموضوع طيب احنا بقى هنتكلم بطريقة علمية اكتر هنقول لو انا عندي عنصر فلز العنصر الفلز ده مسلا وليكن الرمز بتاعه حرف الام كده مين هو اي حاجة زي ما بقول في الرياضيات سين وصاد وكده فبقول ان هو ام لازم يكون في الحالة الغازية علشان انا اقدر احسب جهد التأيون بتاعي بطريقة علمية سليمة تكون الزرة مفردة وفي حالة غازية ما هيش مرتبطة مع حد تاني وبعدين انا عطيته طاقة اللي هي انرجي لما ادي له الانرجي اللي انا عطيت هاله دي او الطاقة بيتحول الى اي بقى بيتحول الى ايون موجب وهو برضو في الحالة الغازية زائد الالكترون اللي طلع منه وبعدين في طاقة بقى هو اخدها الطاقة اللي امتصها علشان اللي هي دي الانرجي دي علشان يتحول من عنصر الى ايون او من زرة الى ايون هذه الطاقة بنعبر عنها بالتغير بتاعها اللي هو التغير في الهيت او في الحرارة اللي هي الاتش هيكون هذا الكلام باشارة موجبة ليه بقى لان دي عبارة عن طاقة انا بقول عليها ممتصة يبقى انا بص الفلزة هو اعطيته ايه انرجي يعني ممتص طاقة فيبقى الدلتا ايتش بتاعتك بتعبر عنها بالموجب اللي هي التغير في المحتوى الحراري بتاع ايه التفاعل ده اه ازا كان في عندك الكترون واحد بس هو اللي طلع بنسمي الطاقة دية جهد التأيين الاول جهد التأيين ايه الاول يعني عبارة عن الطاقة اللازمة انها تفصل الكترون واحد من الزرة المفردة دي وهي في الحالة الغازية طيب افرد بقى ان الايون ده برضو اكتسب طاقة هيحصل ايه هيبدأ انه هو يفقد الكترون تاني من عنده وبالتالي يتحول الايون عليه شحنتين اكتر بدل ما شحنة واحدة موجبة يبقى اتنين موجب فهيعمل كده ادي الايون الموجب في الحالة الغازية هتدي له انرجي يعني هيمتص او اي طاقة ويتحول الى ام موجب اتنين في الحالة الغازية برضو طيب زاد ايه زاد الكترون تاني برضو هنا مدام الطاقة بتاعتك ممتصة يعني او الايون هنا في الحالة دي ايون امتصها يبقى دلتا ايتش بتاعتك تعبر عنها باشارة موجبة عشان انا قلت دي عبارة عن طاقة ممتصة يعني بتاخدها في الحالة دية بقى جهد التاين اللي هو عندك ده هيبقى اسمه جهد التاين الثاني طيب بص بقى مين هيكون اكبر جهد التاين التاني هيكون اكبر من جهد التاين الاول وهقولك ليه لان الشحنة الموجبة كل ما بتزيد الشحنة الفعالة اللي خدناها في الحصة اللي فاتت كل ما زادت الشحنة الفعالة بتاعت الايونات اللي عندك كل ما كانت اه نص كتر الزرة بيقل معاك وبالتالي عملية فصل الالكترونات من الزرة دي نتيجة قوة الجاذبية اللي هتزيد بين النواة والالكترونات الخارجية هتبقى عالي قوي وبالتالي الزرة في الحالة دي او الايون في الحالة دي مش هيقدر انه هو يسيب الالكترونات بسهولة فعاوز جهد تاين كبير يبقى هنا جهد التاين التاني اكبر من جهد التاين الاول طب لو خدنا الايون الموجب اتنين دوت اللي هو مسلا هيبقى الرمز بتاعه ام وموجب اتنين ودي له انرجي تاني هبص لقيه اتحول الى ايون عليه شحنة تالتة في الحالة الغازية زاد الالكترون اهو والدلتا اتش بتاعتي بعبر عنها دايما بالموجب عشان دي طاقة ممتصة يبقى الالكترون اللي تلع ده احتاج طاقة اسمها ايه بقى اسمها جهد التاين السالس وفي هذه الحالة جهد التاين التالت برضو هيكون اكبر لانه كل ما زادت الشحنات الموجبة كلما قل نص قطر الزرة كلما زادت الجاذبية بين النواة والالكترونات وكانت عملية ترك او فصل الالكترونات الاخيرة صعبة جدا فمحتاجة طاقة اكتر يبقى هو ده كلامنا على المقصود بخاصية جهد التاين تعالوا نشوف مع بعض كده تدرج خاصية جهد التاين في الجدول الدولي احنا هنتكلم عن الدورة الافقية بنعمل سهم كده بيعبر عن الدورة الافقية وبنعمل سهم كده من اعلى الى اسفل بيعبر عن المجموعة الرأسية اللي هي المجموعة الواحدة في الدورة الافقية بيزداد جهد التاين لو انت انتقلت من يسار الى يمين الجدول يبقى بيزداد جهد التاين ليه لان احنا قلنا تزداد شحنة النواة الفعالة وده بيؤدي الى زيادة قوة جذب النواة الالكترونات فتبقى عايزة طاقة اكبر يبقى هنا بسبب زيادة الشحنة الفعالة للنواة طب في المجموعة الرأسية بيحصل ايه بيحصل العكس بيقل جهد التاين طب هيقل ليه عشان عدد مستوىات الطاقة عندك بيزيد وبالتالي الكترونات التكافهة تبقى محجوبة شحنة النواة الفعالة هتقل وبالتالي بقى من السهل جدا ان الالكترونات تسيب الزرة يبقى هنا جهد التاين بيقل في المجموعات الرأسية بسبب زيادة مستوىات الطاقة وزيادة نص قطر الايه الزرة يبقى احنا كده عرفنا ان جهد التاين بيزيد في الدورة وبيقل في المجموعة ومن هنا نقدر نقول ان جهد التاين بيتناسب عكسيا مع نصف القطر يعني كلما زاد نص القطر بيقل جهد التاين وكلما قل نص القطر بيزداد جهد التاين تاني خاصية معنا النهاردة اللي هي اسمها كده خاصية الميل الالكتروني الميل الالكتروني لما نيجي نعرفه بنقول هو مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الزرة المفردة في الحالة الغازية الالكترون يبقى هنا ده ده مقال لك طاقة منطلقة يبقى على طول الدلتا ايتش بتاعتك هتبقى باشارة سالبة عكس الايه عكس اللي هو جهد التاين اللي كان فيه طاقة ممتصة طيب ده معناه ايه معناه انك انت عندك فيه زرة بتكتسب الكترونات بتتحول الى ايه بتتحول الى ايون سالب طيب كمية الطاقة اللي طالع بقى في الحالة دي اسمها ايه اسمها ايه الميل الالكتروني يبقى عندما يكتسب العنصر وخصوصا اللفل الزات الكترونات وتتحول لأيون سالب الطاقة اللي هي بتنطلق من هذي العملية اسمها الميل الالكتروني حنشوف مع بعض كده الميل الالكتروني في الدورة وفي المجموعة ادي الدورة الافقية وادي المجموعة الرأسية في الدورة الافقية بيزداد الميل الالكتروني طب بيزيد ليه لان نصف القطر بيقل وبالتالي بقى سهل جدا على النواة انها تجذب الالكترونات الجديدة اللي هي هتكتسبها يبقى سهل على النواة جذب الالكترونات اللي هي عايزة تكتسبها الجديدة يبقى بالتالي ايه بيحصل ايه بيزداد الميل الالكتروني يعني الطاقة اللي بتطلع بتبقى عالية جدا في حالة المجموعة الرأسية طبعا بيقل الميل الالكتروني والسبب هو زيادة نصف القطر الزري وده بيؤدي يبقى صعب جدا على النواة انها تجذب اي الالكترون تاني يبقى هنا يصعب على النواة جذب الالكترون جديد يبقى احنا كده اتكلمنا على خاصية الميل الالكتروني اخر حاجة معانا النهاردة في الجزء ده اللي هو خاصية السالبية الكهربية ايه هي خاصية السالبية الكهربية هي عبارة عن مقدرة الزرة على جذب الالكترونيات الرابطة الكيميائية يبقى قدرة الزرة على انها تشد الالكترونيات ناحيتها اسمها السالبية الكهربية طيب ايه الفرق بين السالبية الكهربية والميل الالكتروني الميل الالكتروني احنا قلنا بنتكلم عن زرة مفردة اما بقى في حالة السالبية الكهربية اللي انا هتكلم عنها بتكلم عن زرة مرتبطة عاملة جزيء وطبعا السالبية الكهربية بتحدد نوع الروابط الموجودة اللي هي نوع الارتباط الموجود في المركبات تعالين شوف كده السالبية الكهربية في الدورة وفي المجموعة لو جينا في الدورة الافقية بتزداد السالبية الكهربية وده بسبب ان نص القطر بيقل نقوله كده لان نصف القطر يقل طبعا بتزداد قدرة النواة الزرة على جذب الالكترونيات بتاعة الرابطة نحوها يبقى هنا لما نص القطر يقل قدرتها على جذب الالكترونيات نحيطها بتزيد يبقى السالبية بتاعتها ايه بتزيد طب في المجموعة بقى اللي هي الواحدة الرأسية طبعا بتقل السالبية الكهربية والسبب زيادة نصف القطر الزري وبالتالي تقل القدرة على جذب الالكترونيات الرابطة الكيميائية يبقى احنا كده يا جماعة تكلمنا على السالبية الكهربية وتكلمنا على جهد التأين وتكلمنا على الميل الالكتروني طبعا انا ممكن اقول بقى كده ان انا عندي عنصر الفلور اللي هو الاف ده اكبر سالبية السالبية بتاعته بتساوي اربعة ده اكبر عنصر في الجذب للدوري اما السيزيوم اللي هو السي اس فده اللي هو اقلهم سالبية اللي هي ستة من عشرة عندي المجموعة وان ايه دي الاقل سالبية كلها يعني اللي هي بسموها الاقلاء والمجموعة سيفن ايه اللي هما اللافل الزيت بتوع الهالوجينات دول الاعلى سالبية اللي منهم طبعا الفلور والكلور والبروم واليود وبكده اصدقائي نكون وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة اتكلمنا على خاصية جهد التأين والميل الالكتروني والسالبية الكهربية انتظرونا ان شاء الله بعد ما نخلص شرح نعمل مراجعات وانحل مع بعض امتحانات عن نظام الجديد كان معكم معلم خبير محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته